أردوغان يهنئ ثلاثة زعامة عرب بحلول عيد الأرحى حيث أفادت الرئاسة التركية بأن رئيس التركي رجل طيب أردوغان هنأ ثلاثة زعامة بحلول عيد الأرحى خلال تصلاة هاتفية وقالت الرئاسة إن أردوغان هاتف رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة شيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر شيخ تميم بن حمد آل ثاني وأضافت الرئاسة التركية أن أردوغان اتصل أيضا برئيس الجمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف ورئيس وزراء قرغستان صدير جاباروف ورئيسة تنزانيا وذكرت الرئاسة أيضا أن أردوغان هنأ خلال الاتصالات الزعماء والقادة بحلول عيد الأرحى شكرا